أهلا بحضراتكم. الحقيقة ضفتي أنا بحب المؤلفين وبالذات المؤلفات. يعني تاق التأنيز. لأن المؤلفة الأديبة بيبقى عندها تفاصيل. والأديبة ضفتي نورة ناجي عندها تفاصيل كتير جدا. عموما في رواياتها. لكن رواية بنت الباشا اللي حيتم تحولها لفيلم سينمائي مليانة قصص كتير جدا. وانت تشوفها وتتعاطف. وكمية بقى أسماء. ناديا وجيجي ونيهل وزينب وجيلان. يعني عالم من الفتيات كل واحدة بقصة. بس أعتقد لو حضراتكم قريتوا الرواية. حتلاقوا نفسكم في قصة من القصص دي. خليني أعرف الحكاية والرواية بدأت ازاي مع هذه الأديبة المبدعة. اللي يعني تقدمت لجائزة سويرس. ولكن يعني هي مش عايزة أقول أن هي ما خدتش الجائزة. بس أعتقد هي خدت الجائزة مع الجمهور. الأديبة نورة ناجي مساء الخير من وروني. سيئة نورة شكرا جدا مبسوطة أني ما أحضرت. طيب رواية بنت الباشا تحديدا. رواية اللي طلوب أنها تتحول لفيلم سينمائي. يعني كلميني عن الرواية دي تحديدا. لأن هي رواية استثنائية جدا يعني. حزينة على سعيدة على قصص كتيرة. أنا ممتنة لحياة للواية دي. يعني هي كتبت في ظروف نفسية. بالنسبة لي كانت صعبة جدا. كنت تعبانة نفسيا. كان عندي اكتئاب وكان عندي مشاكل. وكان عندي كمان أن أنا كنت شايلة هم العالم جدا. أنا دايما فيي الموضوع ده. أن أنا بشيلة هم العالم. بشوف الملاحظات في الشارع. المشاكل اللي بتعرض لها المرأة. حتى المعاناة بتطلق أطفال. فده كله بيتراكم جواي بشكل كبير وبيسبب لي فعلا أزمات. فكانت دي طريقتي في التعافي فعلا. أنا مؤمنة جدا أن الكتابة فيها تشايفي فيها تعافي. والرواية دي اللي كتبت في ظروف صعبة كانت مفيدة على كل نواحي. أكيد. كانت نعمة كبيرة. الكتابة فعلا نعمة كبيرة. طب خليها نحكي للمشاهدين عن الرواية اللي هي بتبقى في بيوتي سالون. أي. بيوتي الباشا. أي. وفيها الشخصيات اللي هي طبيعي جدا يكون فيها كل الأنواع يجمعوا في المكان ده. صحيح. أولا كانوا بيقولوا البطلة نادية. أي. يعني بيقولوا أنا حسنة تشبهك أنت أو أنت دايما هي حالك يعني. لأن أنا عندي الفكرة الدائمة أن أنا عايزة ألمس الناس في أخدنا الألم بتاعهم والحزن بتاعهم وهما يبقوا كويسين. ودي فكرة على فكرة مؤذية جدا مؤذية للنفس. يعني الدكتور بتاعي لما قلت له الفكرة دي قال لي يعني دي حاجة مش حلوة ما هيش حاجة نبيلة يعني. صح. فأنتي لازم تتخلصي منها. ومن هنا بدأت الحكاية كلها. ومن هنا بدأت فكرة كتابة الفكرة دي التخلص منك. سوزعت الحزن لجواك على باقي القصص. صحيح. يعني اديتي للناس تانية بقى الحكاية. لأن المعنى في الرواية هنا واللي بيتضح في النهاية أن الحزن الأساسي في العالم. لازم الواحد يمر بيعشان يعرف يدوء برضو طعم الفرح وطعم السلام وطعم السعادة. ما ينفعش يبقى فيه حد ياخد الحزن منك ويسيبك كده ما أنت مش هتعيش. مش هتبقى حياة حياة إيه. لما أنا توصلت الفكرة دي وأنا بكتب أنا نفسي بقيت كويس. تحسنتي جدا. خليني كده أسألك يعني الرواية لأن فيها قصص كتير لفتيات وسيدات وكل واحدة في معاناة. أحيانا برضو بتبقي كل قصة بتديها يعني إحنا بنشوفها لحمة ودم يعني بنبقى لمسنها. صحيح. بس بتبقى متعبة. كده. إيه أكتر القصص اللي حبيت تقدميها في الرواية دي؟ هونا فعلا بتقمص شخصياتي لدرجة مؤلمة يعني وساعات بيتحولوا لحاجات حقيقية تحيطني يعني وبتكلم معاهم. هم متحولين في الرواية. وكل شخصية فيها كمان في الرواية أنا حتى فيها فعلا جزء من نفسي. يعني مش هقول هم دائما يقولوا كتابة الذاتية ما هياش حاجة عظيمة وأنا طبعا رفضة الفكرة دي. لكن هي مش كتابة ذاتية قدمها هي إن الكاتب بيضع روحه في الشخصياته. تالي كل الكتاب المتميزين بيعملوا كده. في الرواية هنا كانت طبعا البطلة الرئيسية نادية كانت الحقيقة ده الغلاف الأولاني. ده الغلاف الأولاني. كوتشينا. أيوة. أو ده ثاني غلاف بقى. ده ثاني غلاف. طب إيه الغلاف الأولاني ليه كانت ورقة الكوتشينا أو البنت؟ هو الحقيقة عبد الرحمن الصوف مصوم الأغير فهو اللي عمل الغلافين. وكان عنده الفكرة بتاعت النعكاز بتاع البنت ده زي ما يكون فعلا أنها ممكن تبقى كده أو كده. أو أنها ممكن تبقى كده أو كده. وأن هي البنت دي اللي بتعرف تاخد الألام ديوك أنها هي الجوكر. أيوة بالشيء. والرغلاف الثاني هو كمان مركز أكتر على فكرة الكوفير المركز التجميل. أيوة. اللي هو مجتمع مغلق جدا لكنه في نفس الوقت هو منكشف تماما. المرأة في تنكشف بشكل يعني الحقيقة كان يصير اهتمامي. وده أتشاف كاميليا برضو دي أحدى رواياتك برضو من الروايات الحلوة واللي لقيت برضو. بس دي كانت مبنية على قصة واحدة. دي كسبت جايزة يحيى حق بقى. أيوة. جايزة يحيى حق. أيوة. أديب عظيم. أه لحق طبعا وجايزة يعني شرف كبير. طبعا أكيد. هي قائمة على حكاية واحدة مش كذا قصة زي بنات الباشا. لكن أنا دايما بحب في الروايات بتاعتي يبقى البونة بتاعها مختلفة. يبقى في لعبة في التكنيك. أستخدم أصوات بشكل مختلف. أعرض الحكايات من وجهة نظر كل الناس. يعني لأن الصورة دايما مسطحة لما تشوفها من هنا بس. طبعا. لما بتحول لدائرة كلا الكرة. صحة. بتشوف الأبعاد كلها. مظبوط. تشوف الأبعاد. طيب عايزة أعرف برضو أنت اتأثرت بمين. يعني ما هو أصل الكتابة بتبقى يعني مفيش أديبة غير أنها تكون قارئة. صحيح. قارئة كبيرة يعني. أي. فالقراءات بتاعتك بدأت فين. يعني مين اللي شدك للعالم ده. طبعا. يعني دكتور رحمة خاتة وفيق دكتور نبيل فرق الله يرحمهم. دول أساسي يعني بدئين. أنا من طنطة وهم من طنطة. وكنت صغيرة لما كانت ترواية الجيب دي حاجة. أيوة. سلسل بدوي. كانت حاجة طبعا. يعني مهمة كانت ظاهرة فعلا أيامي وحتى الآن والله. فالفضول بتاع معرفة ما الذي يحدث في العوالم الغريبة دي الكتس الصغيرة دي. هو كان البداية البزرة. وأنا طبعا ممتنة لهم للأبد. لكن في كل مرحلة كان فيها حد ملهم. أنا فاكرة كويس أننا في السنوي مثلا يعني قريت رواية الطريق مسدول بتاعت إحسان عبدالقدس حوالي 30 مره. طبعا أنا لسه كنت هقولك أنه أنا حسيت في بعض جملك فيه روح إحسان عبدالقدس. خصوصا بالذات بنت الباشا عشان هو يعني تعامل مع المرأة من جوانب كتير جدا. صحيح. جدا. وكان عنده حتى كمان الفكرة بتاعت إن ما فيش حد طيب وشغير دي. الناس كلها عندهم درجات من الرمادي. عندهم عندهم جزء شر وجزء تيبة بس إيه اللي بيطغى على إيه يعني دا جهاد النفس. هو خلاني اكتشف دونا صغيرة جدا. يعني أنا كنت بتقليف في عدادي أو في سنوي لما اكتشفت الفكرة اللي ممكن الناس تاخد وقت طويل عشان يكتشفوها. بعد كده في الجامعة بقى طبعا كان نجيب محفوظه ولا يزال. عيشي الأول والأخير يعني تأثيره فيه كبير وبتقليف كل الكتاب يعني هو له عالم فريد الحقيقة. أصلي نجيب محفوظ كمان قريب قوي من الأرض. صحيح. يعني شبه الشرع المصري والسفة المصري. شبهه جدا وفي نفس الوقت رؤيته مختلفة تماما. يعني هو بيعرض الحياة اللي احنا كلنا بنعيشها من وجهة نظر فريدة. صح. بيخلي الواحد زي ما كنت مياغه بتنور. بيقول يعني فعلا أنا كنت بفكر في ده أنا عايز أتكلم في ده. فهو طبعا مؤثر كبير يعني. ساعات كده كنت بقول إنه لما الواحد يقرأ كتير ويبدأ هو يكتب يلاقي فيه مخزون تالت طلع من عنده وجمع كل ده. ده كان موجود عندك؟ آه أنا بدأت أكتب صغيرة جدا يعني كنت في ابتدائي لما اكتشفت هذه الأهمية بتاعت الكتابة. إن الأستاذ بتاع العرب يقرأ وموضوع التعبير بتاعي فعلى كل الفصل بشكل يعني هو بيبدي بهاره. فدي كانت حاجة غريبة بالنسبة لي. اكتشفت إن الكلام اللي الواحد بيكتبه ده يمكن يديك ميزة. يديك فرادة وأنا كنت طفلة هادئة جدا. والمدينة كمان صغيرة ما فيش هوايات ما فيش تمانين. بس عارفة إنه المدن الصغيرة بتطلع مبدعين؟ صحيح لأن ما فيهاش حاجات كتيرة. لأنها فيها هدوء. صحيح. ما فيهاش تشويش. وعشان الحقيقة الكراءة والكتابة كمان دي النعم المجانية والمتعة المجانية اللي إحنا كنا يعني كنا كانت متاح علينا. صحيح. إحنا برضو أنا موليد تمانينات ما كانش فيه الكم الفضيع من الرفاهية زي دلوقت. طبعا طبعا. فكانت فكانت دي البداية الحقيقية يعني. وفضلت طول عمري بقى أكتب. ولحد دي ما دخلت في كل حقيقة الكتابة الرواية يعني بشكل مش متعمد. طب عشتك في طنطا أثرت يعني راحت فين في الروايات؟ راحت شوية. طبعا. بنت الباشا فيه ريحة من طنطا. طبعا هي الحقيقة المدينة اللي بتدور فيها أحداث بنات الباشا هي طنطا. طنطا أه. لأن أنا كنت حابة أن يبقى المجتمع الصغير بتاع المدينة الصغيرة دي. اللي بيحدوث فيها الحادث الضغر. الأفرح والجواز والقصص والبيوت. ويأثر إزاي على الناس؟ أسرار البيوت. أسرار البيوت أصلها بتروح في الأماكن دي كتير. طبعا ده فيه انكشاف كامل داخل مراكز التجميل. السيدات يعني جوه غير بره. ويدي الحاجة اللي أنا كنت ملاحظوها. وبيتعاملوا حتى مع أسرارهم بشكل منكشف. ممكن تتكلم مع الجنباء في حاجات مش هتكلم مختهة فيها. كنت بلاحظ هذه الحاجات دي وكتبت بتتراكم جوايا. لحد ما قررت كتبت الرواية. وقعت فيها تقريبا سنتين صعبين كتبتها صعبة. بس كتبت ممتعة جدا. أكيد. خليني أروح لفصل. والحقيقة يعني عارفة عايزارك عسألك أقولك أنه يعني زي ما قلنا عن يعني دين من الأدباء العظامة أحسان عبدالقدوس ونجيب محفوظ. بس عندنا مثلا طهح أحسين هذا العاشق الصعيدي. أيها. اللي بصل المرأة بشكل تاني. صحيح. ويوسف إدريس. طبعا يوسف. اللي اعتبر أنه المرأة أحيانا بتظلم كثيرا. ده حقيقي. خليني أكمل كلامي مع العزيزة الأديبة نورة ناجي. وتفاصيل كتيرة جدا بعد فاصل قصير عوضو أولا. أهلا بحضراتكم. وعايزة أقول لحضراتكم حاجة مهمة. بلدنا دي فيها مبدعين. يعني زي ما احنا بنتكلم على رموز عظيمة. لكن عندنا ناس حقيقي مبدعين. بس عارفين المشكلة إيه؟ نحن لا نقرأ. فبالتالي لا ننظر إلا للماضي. أرجوكوا لابد أن نقرأ. علشان نقدر نحس بالناس الحلوة اللي بتكتب. مرة تانية الأديبة نورة ناجي معايا في التاسعة. يعني أنا وإنتي لو سمعوا في الفاصل. وإحنا عاديين نتكلم على القرية والدئحل وطيب. ده السؤال قبل ما أروح تاني وأرجع ليه روايتك وتحولها الفيلم. يعني يمكن أنا بتكلم علشان أنت من طنطا. بنتكلم عن المرأة. مرأة بشكل عام كانت الحقيقة محطة أنظار الأدباء ورموز المصرية من الخمسينات والستينات بشكل كبير جدا. صحيح. جدا. فمثل طاها حسين شاف المرأة بشكل أنا كنت بلاقيها وديعة. أي. وديعة يعني كان خايف عليها قوي. لأنه كمان من الصعيد. فالمرأة مستخبية في الصعيد. هو مستخبية لكن هو كان تنويري جدا. جدا. فكان رؤيته للمرأة أكيد مختلفة للسائد وقتها ويمكن عشان كده هو كان برضو فريد من نوعه. صحيح. عشان يعني كل كاتب له رؤية معينة للمرأة. أنا كنت بحب يعني أتقصى الموضوع ده. كنت فكر أنا كنت في كورية أدب كنت عملت فعلا مدراسة عنها يعني. وضع المرأة فعلا في الكتابات المصرية. وحتى الفرق ما بين الكتابات اللي كاتب رجل وكاتبها مرأة. مش مش حكاية الكتابة النسوية ولا الرجلية. بس رؤيتهم هما للعالم وتعبرهم عن هذا التناقض أو النزاع اللي بيقولوا عليه أنه فيش نزاع ولا حاجة. ما بين العقد مثلا وما بين طاحسين وبعدين نطلع على بقى يوسف إدريس. طبعا. وكتابات نول السعداوي ويوسف السباعي. فكلها فيها حاجات دائما مختلفة شوية. لو عادنا نتكلم فيها مش هيكفل وقت. كل بقى المخزون ده لما بتيجي تقريه وانتي بتكتبيه. أي. أحيانا في بعض الشخصيات بيلحها لكي حد وأحيانا أنتي بتبقى أنتي. يعني في الكتابة هو طبعا فيه أكيد تأثير. حتى لو أنا مش مدركة بيبقى موجود في العقل الباطن من كتر القرايات. طبعا. وأنا دائما بقولي القراية هي اللي بتخرج الكتابة يعني. طبعا. سواء شيئنا أم أبينا أنتي مش حكاية تأثير أو حتى تعليد أسلوب. بس هو متراكم في عقل الباطن. حتى لو أنا عايزة أحسن حصلت اللغوية أنا بقى رشعة. طبعا. مش هحفظ الشعار لكنه هيترصب داخلي. صحيح. فأكيد أنا متأثرة بجميع من قرأت. كل الكتابات يعني طبعا في فترة طويلة من حياتي كنت أحب جدا يوسف إدريس. طبعا. قاربت جميع أعماله وكنا بنتكلم عن رواية الحرام والنظرة بتاعة المرأة اللي في المجتمع. رواية الحرام على أنها رواية يعني عايزين نقول إيه حزينة درامية. المرأة تظلمت من أول الرواية الأخيرة لكن هي كانت صرخة للمجتمع. هو كان بيقرس المجتمع جدا. ما هو ده لما احنا بنقوله دايما لما حتى حد يقولي أنت روايتك وده أتعرض له كتير يعني الرواية حزينة جدا وإحنا تعيبنا نفسيا. طبعا هو الأدب بيتكلم عن معاناة الإنسان. أنا بتتصور أنه الأدب الكبير يوسف إدريس من الحرام والنداها عنده خطوط متشابهة. صحيح. يعني. ده حقيقي وهو كان يعني أنا بتالي هو كان يحمل هم القضايا بتاعة الضعفة والمهمشين في المجتمع بشكل كبير. أكيد. طب دول كانوا زمن. يعني كانت المرأة كمان لسه في البيوت لسه بتحتك بالمجتمع وفيه خناقة ما بين المرأة والمجتمع. لكن الجيل بتاعك هذا الجيل الحديث والتقنيات والانفتاح أصعب. لا أين أنت بتكتبي والعولمة حواليكي. مش عند المرأة الحقيقة. فالمرأة بقى تعمل إيه ولا إيه؟ هو الحقيقة الكاتبات دائما عندهم مشاكل مش في مصر بس ولا في العالم العربي في العالم. التعامل معهم حتى يختلف. وعندهم قيود أكتر شوية من الكتاب الرجال. لأن دائما عند الكاري استعداد لأنه يصدق أن دي كثتها مهما كانت خالية. فتلاقي فيه كاتبات يبقى عندهم حاجات تبوهات معينة ما قدرواش تكلموا فيها قوي. أنا مرة فاكرة حوار للشعر الكبير نظار قباني وقال إنه لما سألوه ليه ما فيه شعرة. يعني بيقولك لأنه المرأة عندها حياء ففيه أشياء مش هتعرف تكتب عنها في الشعر. عندها حياء وعندها توقع لما سيحدث. يعني بناسبة أحلام مستغمي كتبها جزائرية كبيرة. هي كانت شعرة في الأول. هي كانت شعرة. في كتابها الأخير اللي هو يعني إصيرها ليها والأبوها. بتتكلم عن حتى القهر اللي عانته من كتاب الرجال إن هما ما يخلاشوا تحتر مثلا احتفالية لاتحاد الكتاب. مع إنها عودوا فيه. وهي حقيقة تعاملوا معها بشدة كبيرة جدا حتى في ذاكرة الجسد. واتهموها إنه. لا إنها رواية حلوة. إنه الشعر مكتوب أو إنه نسبوه للنظار قباني وقتال الشعر كبير. مش قادرين يعني يفتنعوا إن كاتبها كانت برواية حلوة كده. فكان لازم يقولها إن فيه رجل كاتبها. مش مصدقين نجاحها. تعالي نرجع بقى للرواية بتاعتك. والستة نادية. الرواية دي لو هتتحول لفيلم دي فيها أبطال يعني أعداد. يعني فيها كمية ممثلات. أنا والله يعني شايلة الحمل. شايلة أهم منذ العدل وشاف هيعمل إيه. بس هو مخرج شاطر وهو عرف كويس. نادية ممكن تكون مين؟ والله أنا بحب يعني خيالك. ممثلات كثيرة. حلامي يعني؟ طبعا وأنا بكتبها ما كانتش وأنا بتخيلها رواية وحيدة تقريبا لما كانتش بفكر في شكل ممثلة. أنا ساعات بعمل كده لما بحط الملامح الخارجية للشخصية. الرواية دي الوحيدة اللي ما كنتش بعمل كده. كنت أحطى لهم شخصيات من وقاعي. الناس اللي بشوفها كل يوم في الشارع. والبنات اللي بصدفها في الأسواق. يعني الشخصيات دي اختزنتيها وطلعتها. هي يعني فيه البنات الممثلات اللي هم الشابات فيها اسماء جلال أنا شايفة أنها يعني لايقة جدا وناس كتير اسماء أبو زيد اسماء صحيح. فيهم المنامح المصري. اه هم فعلا فيهم. احنا عندنا طبعا أكيد شبات كتار. طب قوليلي كاتب السيناريو هشام عباية. اه محمد هشام عباية. فهتعودوا مع بعض ازاي يعني هو هيكتب بناء على الرواية. يعني هياخدوا الخطوط الرأسية من الرواية. هو محمد هشام عباية الحياة من ساعة ما أراها من 2017 وكان حتى قاري شوية في المسودة الأخيرة. يعني كان عايزها هو متخيلها وعمل لها معالج. وشايف انها فعلا فيها المشهدية دي طاغية وتقدر تتحول. وكان فضلت معاه الفكرة يعني كان هو يحلم بيها حتى أكتر مني. طبعا كل الكاتب نفسه شوف عمله على الشاشة. طبعا. بس أنا كنت مركزة أكتر في الرواية اللي أنا عايز أكتبها. إنما هو كان مركز جدا إن هو يحول. فهو عنده رؤية كويسة أوي. احنا اتكلمنا فيها كتير. وليسه بيتورها كمان. وأنا واثقة فيه تماما. يعني أنا مديالو كامل الحرية إن هو يعليجها بالطريقة اللي تناسب تبقى سيناريو وتبقى على الشاشة. زمان كان فيه يعني كنت تلاقي مثلا الرواية لفلان ويكتب هو السيناريو والخوار. يعني فيه أفلام كتيرة جدا. فحيح. شفنا روائيين كتبين سيناريو وخوار. لكن نجي محفوظه عمره ما عمل كده. لا عمره ما عمل كده. رواياته لم يكتب لها السيناريو وأنا الحياة متبنية هزيل فيك. صحيح. فأنا معي يعني أنا مديالو الحرية وده لا يمنع طبعا إن هو يبقى بيكلم معي. لكن أنت ما تفكريش إن كنتي ممكن بعض رواياتك تعملي السيناريو وخواره. ما عنديكيش مشكلة. أنا مخلصة جدا لفن الرواية. أنا عارفة إن كتاب السيناريو عظيمة وبيعملوا حاجات عظيمة. بس أنا مخلصة جدا للرواية. حسن هي رواية ده العالم بتاعك. أما عالم الكاميرات والتأثير سيبال ناسه يعني. أنا بحب كمان التفاصيل الدقيقة دي اللي مش هتطلعها غير في الكتابة الرواية. فدي طريقتي في الكتابة. أنا بحب أعملها وبستمتع جدا به. بتشوفي الترشح للجوائز العالمية زي البوكر وغيرها والحاجات دي. يعني بتشوفي إنه إحنا بقلنا وجود كأديبات بقى زي الجودات. بقلنا وجود كبير. طبعا الحياة مصر الحمد لله متواجدة دايما في جازة البوكر. يعني متواجدة في القاوم الطويلة والقاوم القصير. وهي جازة مهمة. طبعا. وأنا طبعا بتحمس جدا لمصر وبدعمها دائما. طبعا. وساعات حتى يعني سواء كاتبات أو كتاب. ساعات الدورة كلها تبقى تحمل اسم الكاتب المصري. حتى لو ما فازش. زي السن الفاتس كانت تنظر طريق إمام. عمل يعني نجاح رهيب. ولويتو كانت مكسرة الدنيا وهكذا. فاحنا لنا تواجد الحمد لله. أكيد. جايزتك جايزة باسم يحيى حقي. يعني يحيى حقي برضو يعني أديب عظيم. الحياة الرواية دي كات مترشحة في نفس السنة الجايزتين. لجايزة سويرس وجايزة يحيى حقي. دي كاميليا صح أطياف كاميليا. وأنا كنت بدعي جدا أن أكسر جايزة يحيى حقي. عشان اسمه. أنا حسيت أن فيها فخر. وأنا بحبه جدا. وكنت أتعلم منه يعني. وتصدى في وقت كتابت. لو أنا كنت بدرس كتاب بتاعه بفجر القصة القصيرة. فكنت متيامة جدا بيه. ليه مسلسل على فكرة برضو. ليه أعمال تحولت كتير. أيه طب. فأنا يعني فخورة قوي بالجايزة دي. بحب أقولها. وبحب أتكلم عنها. أيه. لما بتترشحي مثلا لجايزة باسم أديب. زي حقي. بتبقي حاسة أنك أنت أساسا حب الأديب. أرياله. متأثرة بيه. يعني. أنا بحب ترم جميع الكتاب. وأحبوهم. وأحس أن هما قيمة عظيمة. يعني فعلا. الفنانين دول هما بيعملونا كل حاجة. وأحس أن بيعطونا الكثير يعني. فأي ده. أي جائزة تحمل اسم الكاتب. بيبقى شرف كبير. اللي بيترشحوا ليها. واللي بيفوزوا بيها. الحكاية بتاعت إنه المرأة أكثر تعبيرا عن المرأة نفسها. والرجل أكثر تعبيرا عن الرجل. دي حكاية حقيقة ولا مغلوطة؟ لا مغلوطة. الكاتب جيد. الكاتب جيد وكاتب سيء. الكاتب الجيد اللي يستطيع تقمص كل الشخصيات. الرجل بقى امرأة شجرة. يعني إليف شفاء. روية الأحيرة بتتكلم على لسان شجرة. وبتقنعك إنها شجرة. أكيد. فيعني لا أنا شايفة إن دي رؤية. أنا بس أنا بقول إن الفرق الوحيد إن الرؤية بتبقى مختلفة. الرجل يعبر بطريقة مختلفة شوية عن المرأة. وده ما يعيبش حد فيه. يعني ده كاتب وده كاتبة. المرأة بتكتب تفاصيل أكتر أحيانا بيبقى عندها تفاصيل أكتر. بتكتب تفاصيل أكتر. وبتعبر عن حاجات يمكن الرجل لا يلتفت لها أحيانا. طب هل المرأة ممكن تلجأ للرمزية في مناطق معينة عشان الخجل. وتلجأ للرمزية وتعدي برقي. فيه كاتبات الحقيقة كتير بيعدوا برقي وبيبقوا زي الفراشات يعني. لما بيستخدموا الرمزية بشكل جيد الحياة الرواية بتبقى أناك حاجة. لما بيستخدموا التلميح في كتابة تكون لابد فيها من الانكشاف ما بتبقاش ما بتبقى الصدقاء. يعني أنا متصورة إن روايتك إن شاء الله بنت الباشعة هيبقى فيلم حل. وأنا منتظرة زفوف كل الحالة. هل هتحمل نفس الاسم؟ ده أنت مصرر أن الاسم يبقى كده. أنا بشكرك جداً بتمنى لك التوفيق. وإن شاء الله يبقى لنا لقاءات بعد ما نشوف الفيلم كده. إن شاء الله شكراً جداً معكم. الأديبة نورة ناجي نورتيني في التساعة. بني خليك شكراً جداً. لحد كده بالكلمة الحلوة. وبالكلام اللي بيكتبوه. وده بقنا الأديباتنا المصريات. بكلام حلو. ياريت بس إحنا نقرأ. لأنه لما حنقرأ الأديبات حيبقوا كمان موجودين بشكل عام. ونقدر ننقشهم على فكرة كتير من الشباب أنا ببقى سعيدة جداً. لما بروح مكتبات ولاقي توقيع رواية. بتلاقي في جيل من الشابات متحمسات كتير. في عالم حلو. ربما تكونوا فيه. بتقرؤوا مستمتعين. وربما ما تكونوش فيه. يارب بتكون فقرة النهاردة فرصة تنضموا لعالم الأديبات والأدباء المصريين المشرفين. دورنا كده انتهى في التاسعة ليوم الخميس. بكرة إن شاء الله مع الزميلة هدير أبو زيت. هدير إن شاء الله تكون معاكم يوم الجمعة. أما أنا ألقاكم بإذن الله الخميس المقبل. تصبح ألقي في خير.